السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيي قناة انفوليجي الكرام ورجعنا لكم النهاردة مع فيديو جديد فيديو مميز وهو عن كيفية إنشاء اختبار إلكتروني وتصحيحه إلكترونيا وحساب درجاته إلكترونيا بدون تدخل المعلم أنا محمد حامد تابعوني ودلوقتي نبدأ في سرد تفاصيل الفيديو الخاص باليوم ولكن قبل البدء الفعلي في شرح البرنامج المستخدم في إنشاء اختبار إلكتروني أدعوكم للاشتراك في الكنان وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد من قناة انفوليجي بإذن الله لأن زي ما حضرتكم شايفين كده نحن لسه مبتدئين ولسه في أول الطريق ودعمكم طبعا هيكون عنصر أساسي جدا فيه تشجيعنا وتقديم مستوى جيد في الأيام القادمة بإذن الله نبدأ على بركة الله في شرح كيفية إنشاء اختبار إلكتروني وتصحيحه إلكترونيا وحساب درجاته إلكترونيا والطالب هيحصل على درجته الفعلية وهو لسه قاعد قدام الكمبيوتر فورما ما يخلص إجابة الأسئلة بتطلع له الدرجة النهية الخاصة بالامتحان الإلكتروني والموضوع سهل جدا وبكل بساطة وتنشئ اختبار إلكتروني ولكن في بداية الفيديو برضو أنا أحب أن نوع حضرتك إن أنا هشرح الفيديو بالتفصيل يعني خطوة بخطوة عشان يناسب كل مستويات المعرفة الخاصة بالكمبيوتر لأن بعضهم مننا طبعا عنده معرفة كويسة وفيه مجموعة من الناس معرفتهم مش كويسة أو ضعيفة في نواحي الكمبيوتر فنبدأ على بركة الله في سرد تفاصيل الفيديو طبعا هنروح على جوجل كروم من هنا كده نفتح جوجل كروم تمام وبعدين أروح على ممكن أكتب هنا في أي شريط العنوان وممكن أكتب هنا برضو في الجوجل اللي هو مساحة المساحة المخصصة للكتابة في جوجل تمام زي ما احنا شايفين كده نضغط هنا كده ونكتب كده تلتمية خمسة وستين مع بعضنا خطوة بخطوة أنا هشرح زي ما قلت بالتفصيل تمام لما اضغط على تلتمية خمسة وستين بياخدنا للصفحة دي والصفحة دي فيها مجموعة من اللينكات أو الروابن هناخد الرابط الأول اللي مكتوب فيه كلمة لوجن لوجن يعني تسجيل الدخول إلى مايكروسوفت آفس تمام طيب أول ما اضغط على لوجن هنا بيقول لي هلو محمد أنا عايزة تعمل يعني تسجيل دخول من هنا كده الابشن ده هضغط عليه كده لو انت قريد عندك حساب هتحط الباسورد بتاعك هنا تلقائي وتعمل فيتم الولود مباشرة إلى مايكروسوفت آفس تلتمية خمسة وستين أو الموقع الرسمي لتلتمية خمسة وستين أوفس تلتمية خمسة وستين طيب واحد يقول لي أنا ما عنديش وده طبعا هيبقى قطاح كبير جدا من المشاهدين اللي هيشاهد الفيديو ده بإذن الله ما عندهمش حساب مايكروسوفت أو مش عارفين يعملوا حساب مايكروسوفت طيب عشان أكون صادق معكم خليني برضو أبدأ من الأول خالص إن إزاي حضرتك تعمل حساب عشان نرجع تهن نحطه هنا كده ونحط الباسورد ونسجل دخول طيب أنا قلت عشان حضرتك تعمل صين إن هتنضغط هنا يبقى أنت سواء عندك حساب أو ما في عندك حساب هنضغط هنا تمام كده طيب بعد كده هنروح نضغط على صين إن نضغط على كده تمام كده وبعدين هيجي لي برضو هنا نضغط على برضو وبعدين بيقول لي يعني عايز تنشئ واحد جديد أي ودي بقى اللي أنا عايز أنا عايز فعلا أنشئ واحد جديدي بقى أضغط عليها كده نضغط على وننتظر أول ما نضغط على بيقول لي بقى تعال حط الأكاونت بتاعك هنا يعني إيه الأكاونت بقى يعني أنت حط الإيميل لو عندك إيميل حط الإيميل عندك إيميل خاص وانت واصل واصل إن هو ملكك وعرف الباسورد بتاعه عقصه دعني من كلام إن أنت متأكد من الباسورد ومتأكد إن هو شغال 100% هنحط الإيميل بتاعنا هنا كده بكل بساطة طيب واحد يقول لي أنا ما عندش إيميل ينفع استخدم رقم الجوال أو رقم تليفوني بدل الإيميل آه يبقى فيه أوبشن تحته هو اسمه use a phone number instead طيب وده طبعا هتفيد قطع كبير جدا من الناس لأن معظم الناس اللي عنده إيميل وناس الباسورد اللي ما عندهوش اللي مش عارفين إيميل فشركة مايكروزوفت هضط لنا الأوبشن ده والخير ده عشان يساعدني في العمل هسهب على مايكروزوفت بسرعة طيب هنضغط عليه كده يبقى أنا كده إيه يبقى أنا كده هحط رقم الجوال بتاعه هنا كده يبقى رقم الجوال اللي هحطه أو رقم الموبايل اللي هحطه هيبقى بديل عن الإيميل طبعا من هنا من السهم الصغير ده هضغط وحدث الدولة اللي أنا قاعد أنا بالنسبة ليه بشرح من جد حاليا فجيلي المفتاح بتاع المملكة العربية السعودية طب حضرتك لو في مصر نضغط هنا ونبحث عن إيجبت مثلا أو يكتب حرف الإي من اللوحة المفاتيح كده وهيجيلك إيه هناك نضغط على إيجب وتحط أي رقم الجوال أنا هحط مثلا أي رقم تلقائي رقم ده بالصحيح يا جماعة أنا بحط أي رقم كده زي ما حضرتكوا شايفين واحدين ثلاثة خمسة ستة أربعة كده وبعدين أضغط على ناكس أنا بس بوري لحضرتك اللي انت هتعملها في حال ان انت ما في عندك حساب على مايكروسوف لأن لازم يكون عندي حساب على مايكروسوف عشان أقدر أفعل تمام كده يلا نعمل ناكس ضغطنا على ناكس دي بيقول لينا حط بقى الباسورد الباسورد بتاعك إيه طبعا أنا أفضل أن انت لما تيجي تعمل باسورد وتعمل باسورد صعب محدش يعمل واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمام غلط طبعا محدش يعمل لي واحد 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 اتنين 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 تلاتة ثلاثة ثلاثة لا يا جماعة الباسورد دي بتكون حروف كابيتل حروف سمول عندي مثلا أرقام نامبرز عندي لاترز حروف أحط نقط أحط أقصد علامة استفهام كده يعني نوع فيه الباسورد بتاع طيب خلينا حط باسورد قدام حضرتك بس انت طبعا مش هتشوفه دلوقتي بس أنا بعمل باسورد صعب تمام واضغط على ناكست كده لما اضغط على ناكست هم هنا بقى ايه بعتولي رسالة تأكيدية بعتولي رسالة تأكيدية على رقم الجوال ده طبعا احنا اتفقنا ان رقم الجوال ده هيكون فيك يعني غير حقيقي انا حطه بس للشرح تمام اضغط هنا على هيبعتولي كود على رقم الجوال ده وحط الكود هنا كده وابدأ عملية وحضرتكو طبعا عارفين كيف بيتكملوا عملية التسجيل تمام ودلوقتي بعد ما حضرتك عملت الايميل على الماكروسوف لازم بقى دلوقتي نروح نسجل على ونحط الايميل والباسورد ونبدأ بقى نتعمق ونشرح بالتفصيل طريقة انشاء اختبار الكتروني من برنامج او من الوابسايت الخاص بي مايكروسوفت فورب طيب دلوقتي نروح على بركة الله نفتح جوجل زي ما قلت لحضرتك كده وبعدين نروح على ادرس بار هنا كده او نكتب هنا اما نكتب في ادرس بار كده ده بنسمي ادرس بار او شريط العنوان او نكتب هنا كده اول ما تكتب بس او التلاتة كده بيزهر لك هنا اوفيس تلتمية خمسة وستين طيب ومننساش برضو ان احنا عدنا اوفيس تلتمية خمسة وستين يعني احنا ممكن ان نحمل التطبيق ده على الكمبيوتر بس احنا طبعا ناخد الاولى كده زي ما وردت حضرتك قبل كده وناخد طبعا نفس اللينك اللينك الاول ده اللي هو نضغط على اللينك الاول دلوقتي بياخدني بقى على الصفحة الرسمية للميكروسوفت وانا هنا هضغط ساين ان ليه لان انا دلوقتي عملت ايميل وعملت باسورد زي ما عرفت حضرتك في بداية الفيديو نضغط بقى ساين ان تمام كده ومباشرة هنا هحط الايميل الايميل بتاعي طبعا كده موجود تمام بس انت طبعا لانه كنت مسجل قبل كده فدي الايميل بتاعي فانا هنا هحط الباسورد مباشرة تمام تمام زي ما حضرتكو شايفين كده واضغط على صين ان اول ما بضغط على صين ان بيجي لي هنا رسالة بيقول لي ستي صين دين يعني هل انت تريد كل ما تيجي تفتح مرة لأوفيس 365 يفتح لك مباشرة بتون طلب ان حضرتك تحط الباسورد ولا عايز كل مرة تحط الباسورد والله في الاوبشن ده انا بفضل لو حد غيرك بيستخدم جهازك حط نوم تمام بحيس لو دخل لأوفيس 365 يطلب منه الباسورد تمام انما لوح الكل لابتوب بتاعك يعني شخص يعني ما في حد بيستخدمه غيرك خلاص خليها ياس بحيس لما تيجي تضغط تاني او تدخل تاني فما يطلبش منك الباسورد وتخش مباشرة تمام كده احنا كده متفققين وماشيين مع بعض خطوة بخطوة وعرفت حضرتك الاول لازم نعمل حساب والحساب المايكروسوفت قلت لحضرتك ما تنساش ان انا ممكن احط رقم التليفون بتاعي تمام وممكن احط الايميل وعرفنا ازاي بنعمل للايميل او الرقم التليفون او نعمل تأكيد تمام دلوقتي احنا عملنا كل شيء ودخلنا بالفعل على اول ما بتضغط على بتطلع لك الويندو دي كده النفيزة دي بتطلع قدام حضرتك كده عندي هنا وكده بس الابليكيشن او التاب اللي هناخده النهاردة عشان نعمل يعني اختبار الكتروني هنروع على عاجة اسمها نضغط على نضغط عليها نشوف يلي يحصل مع بعض خطوة بخطوة كده خطوة بتمام كده انا هنا كنت عامل امتحانات قبل كده خلينا مسحهم كلهم بس كده عشان اخال اوري حضرتك كيف الشاشة هتظهر مع حضرتك كاول مرة تعمل يعني اختبار او امتحان الكتروني خلينا مسحهم كلهم كده مع بعض كده براحة هنا بضغط من على الثلاث نقط كده واعمل ايه واعمل مسح واعمل مسح من هنا كده هنا دليت كونتينيو دليت برضو كونتينيو وهنا دليت وهنا كونتينيو طيب طيب هنا بقى لما بتفتح الفورمش لو انت ما عملتش امتحان قبل كده فبتجي لك النفز اللي حضرتك شايفها دي تمام كده عندي فاتو تابس عندي حاجة اسمها نيو فور وعندي حاجة اسمها نيو كوز تمام كده النيو فورم ديت احنا مش هنستخدمها ليه لان دي حاجة بنسمها استبيان استبيان ده يعني انت شفت كده الابليكيشن او الاستمارة اللي ما تيجي تقدم على وظيفة بيقولك عب البيانات بتاعتك تحط الاسم وا 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 فده طبعا مش هتحط له درجات لان ده استبيان احنا مش هنش عايزين نعمل استبيان تمام اللي احنا عايزين نعمله عايزين نعمل اختبار او امتحان ويصحح تلقائي وتحصل ضرياته تلقائيا بواسطة الكمبيوتر بدون تدخل المعلم تمام يبقى احنا اتفقنا كده النيو فورم مش هنستخدمه انا بشرح بالتفصيل وسمحوني الناس اللي عندهم معرفة كويسة جدا بالكمبيوتر فسمحوني ان انا بسرت كل شي بالتفصيل لاني طبعا اخوانا مدرسي المواد المختلفة زي اللغة العربية الاسلامية اه محترامي للجميع بتكون الـ background بتاعته معاني الكمبيوتر بتكون متوسطة فخلينا اشرح خطوة بخطوة تمام نروح نضغط على new quiz شوف اللي يحصل معايا اول ما ضغطت على كلمة new quiz ظهرت لي الشاشة الرئاسية او الصفحة الرئاسية للاختبار خليني بقى اشرح كل نقطة وكل جزء في الشاشة ديت لاني ديت العمود الفقري بتاع الفيديو بتاع اليوم كل اللي انا قلته قبل كده كان مقدمة وكان ازي تعمل حساب ميكروسوفت وكان لو انت ما عندكش حساب ميكروسوفت ازي تعمله من اول خطوة لاخر خطوة وكل شيء تمام كده طيب خلينا ابدأ من فوق من هناك طبعا ده بنسميه title bar وبيجيلي هنا شوف بيقول هنا فورمز يعني ده اسم البرنامج اللي احنا مستخدمينه تمام عاني هنا بيقول لي untitled quiz يعني ده اختبار انت لسه ما تدتلوهش اسم لسه ما حتتلوهش اسم واعرف حضرتك ازاي تحط اسم ليه الانلاين تاست او الاختبار الالكتروني الخاص لو انت بلاحظ جنب كلمة untitled quiz في كلمة اسمها saved يعني saved بقى اي تغيير او اي سؤال انت بتعمله هنا بيتم حفظه تلقائيا بدون الحاجة الى الحفظ بالID او ان انا مثلا نروح على control asm keyboard او file و save والحاجات اللي احنا تعودنا عليها في الword والexcel والpowerpoint لا مفيش هنا الكلام ده انت بسح اكتب وملاكش دعوه بيعمل saved القائم بين نفسه حتى لو قفلت جوجل كله جيت ادخل تاني بيجي لنفس السؤال ايو بتلاقي نفس الحاجة او اخر تعديل انت عطته بتلاقي محفوظ وان شاء الله برضو هورى حضرتك دلوقتي بعد بحط سؤال او اتنين هقفل جوجل مباشرة وارجع اخش تاني فهتلاقي كل شيء محفوظ وتمام التمام طيب انا حارس جدا يا جماعة ان انا اشرح كل نقطة هنا بالتفصيل لانها هتفيدنا بعد كده وهتعرفها بعد كده فهللي هيفهم معايا نقطة نقطة واللي همش معايا ديها بدقيها بإذن الله مش هيسمع فيديو تاني على شبكة يوتيوب لان ده فيديو حصري لقناة انفولوجي فقط طيب طب ايه بقى المقصود بكلمة بريفيو ديها البريفيو ديها ديها بعد ما بعمل الاختبار بتاعي وعاي وحطيت مسلا سؤال او اتنين عايز اشوف شكل الاختبار هيظهر للطلاب ازاي تمام هيظهر للطلاب ازاي على الجهاز بتاعه مع الكمبيوتر او على التلفون طبعا انا مش هادر اعمل بريفيو ديها لاني ما عندش اسئلة طيب خلينا حط سؤال كده موقتا وبعدين ارجع استكمل شرح التلات ازرار دول طيب نخش بقى هنا على untitled quiz untitled quiz يعني بيقول لي مثلا ده ايه ده اختبار غير معنون يعني ليس له اسم عايز تحط له اسم ايو عايز احط له اسم طبعا اضغط على كده فبيقول لي بيقول هنا untitled quiz يعني حط الاسم بقى هنا وليكن مثلا مثلا انا مثلا مدرس مثلا مدرس ساينس مدرس علوم بحط الفرق او بعمل مثلا تست عن الانيمال سيل والبلان سيل مثلا خليه الحيوانية والخليه النبات او نكتب مثلا اي شيء حط اي طايتل مم تحط عنوان الاختبار الخاص مك هنعملها the plant sile كده مثلا the plant sile and the animal sile كده تمام كده يبقى انا كده حطيت الاختبار حطيت دلوقتي عنوان الاختبار بتاعه طيب لو انت بلاحز جنب السطر اللي انا كتبت فيه العنوان كده اللي هو الخليه الحيوانية والنباتية طب والله عايز تضيف برضو الاسم باللغة العربية مفيش مشكلة وضيف بالعربة خالص اهو الخلية الحيوانية والنباتية مفيش مشكلة خالص عادة خالص ولو جالك خط تحت الكلمة كده اضغط بس على قرية كليك كده وخد الايه التصحيح الصح من او القيمة المختصرة اللي هتطلق يبقى انا هنا اقدر اكتب بالانجليش اقدر اكتب بالعربي اقدر اكتب مسلا با اي اي مسلا اي اي سواء حضراك مدرس لقع عربية مدرس انجليش فالبرنامج بيديك الامكانية انك تكتب بالعرب وبالانجليش طيب دلوقتي لو انت ملاحز في نفس السطر اللي انا حطيت في العنوان عندي علامة الصورة كده دي معناها ايه بيقول لي insert image يعني ادراك صورة انت عايز تحط صورة تدل على العنوان ترمز للعنوان بتاع الالان كوز او الامتحاد الاختبار الالكتروني اه خلينا حط عشانا بس اورى حضرتك نروح على insert لما بضغط عليها بيجيلي three options هنا تلات اختيارات مهمين جدا image search ده ببحث online من على bank website اللي هو ببحث من على الانترنت الone drive لو انا عندي حساب على الone drive اللي هو cloud storage يعني او السحابات التخزينية وعندي علاها صور فبحدد الفايل بتاعي من هنا كده واختر الصورة طيب دية upload upload لا upload دي بقى بتجيب لي صورة من على الجهاز الخاص بي انا يعني ده الكمبيوتر بتاعي هنا هنا وده ال desktop وده download وده دي والهنا كل شيء موجود عندي فانا لو مخزن صورة عندي على الكمبيوتر بتاعي وليكن مسلا الصورة دي مسلا خليني مسلا اخد الصورة دي مسلا واضغط على open فيتم رفع الصورة تمام طيب يبقى انا شرحت لحضرتك تلات اختيارات خليني اجرب مع حضرتك ان ان انت تعمل صورة من عنت مباشرة هكتب هنا مسلا او اكتبها بالعرب مش مشكلة الخلية النباتية والحيوانية كده اضغط enter فبيجيب لي مجموعة من الصور الخاصة به الخلية النباتية والحيوانية طيب ممكن مفيش باللغة العربية خلينا نكتبها بالانجلش تاني ونضغط enter برضو من هنا كده اه فجاب لي طبعا لما نكتبتها بالانجلش شوفه جاب لي كتير هنا اخد مثلا اي واحدة بقى كده اي واحدة يعني على حسب زوءك وعلى حسب اختيارك ناخد مثلا مثلا دي ناخد دي مثلا على سبيل المثال او اخد عايزين واحدة صغيرة شوية ناخد دي مثلا وبعدين اعمل فبيتم اضافاتها مباشرة زي ما حضرتك شايف كده كطايتل وكحية يعني ايه يعني كحية بتدل على العنوان وبتدل عن العوان عن الخليل النباتية والحيوان والاوبشن ده يرجع لك عايز تحط صورة حط مش عايز براحة طيب واحد يقول لي بعد كده انا حطت صورة ينفع زفة اه عندي هنا علامة او علامة اضغط عليها كده فيتم حسف ليه فيتم حسف الصورة مباشرة طيب يبقى انا كده شرحت لحضرتك العنوان وازي تحط له صورة طيب هنا يعني حط وصف بقى يعني حط وصف يعني حط وصف للتاست بتاعك او المسلا الاختبار مجموع الاختبار او مجموع هكتب هنا مثلا مجموع كده درجات الاختبار عشرون درجة مسلا عشرين درجة كده مسلا يعني حط حضرتك ممكن تحط اي وصف انت عايز تمام واكذا طيب كده انا خلصت كل شي وتمام التمام وحطت العنوان بتاعي وحطت وحطت صورة عايز احزف الصورة احزفة من هنا ما عنديش اي مشكلة طيب انا قلت لحضرتك انتظر انتظرني من دهتين لعشرة على ما حطوا سؤال واتنين وارجع تاني اشرع اللي هما الايكونز مهمين جدا 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 دول اهم حاجة صراحة طيب نروح نعمل اه على او قبل ما اعمل او او خلينا اشرع البريفيو بص بقى لما تضغط على البريفيو هنا ده بيوريك لما يعمل الاختبار الاونلاين ويقعد على جهازه في بيته هيبان له كده هيبان له كده نفس الكلام كده الخالية النباتية والحيوانية وعند هنا يعني ممكن الطالب يسمع بالصوت وعند صورة تدل على العنوان وكل شيء بس انا ما عندش طبعا ايه اسئلة اللي اني لسه ما حطتش اسئلة تمام طيب نرجع باك من هنا كده بقى انا كده لما تضغط على بيجيلك شكل للاختبار على جهاز الطالب طب الاختبار كده يظهر على الكمبيوتر طب ينفع اشوف وهي لو طالب بيحل الاختبار على الجوال ينفع اشوفه اه اضغط على موبايل اه يبقى الاختبار كده هيظهر للطالب على الايه على الجوال نروح باك من هنا ونبدأ بايا بانا شرحت البريفيو طب ايه بقى الثيم الثيم ده بنسميها النسق او التنصيق او اللون اللون الاختبار او الهيكل بتاع الاختبار طب نضغط على ثيم كده ونشوف ممكن نخليه بنفس اللون ده 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 ممكن نحط اي ثامب نيل مصغرات من هنا كده مثلا زي يعني لو حضرك مثلا مدرس كيميستري مثلا مدرس كيميا وعايز تحط حيات خاصة بالكيميستري وكده يضغط على دي كده فيجيب لك هنا بعض الحقيات اللي بنستعملها في المختبر والاشياء يبقى انت حضرك ممكن تحط اي لون واللون ده طبعا بيتغير طبقا لللون اللي انت بتختار شوف كده تغير كده برضو تغير كده تغير وهكذا دي سهلة واعطاك سهلة وما فيهاش حقيقة صعبة طيب واحد يقول لي انا مش عايز اي صورة من ديت والصور ديت مش عجباني وانا عايز صورة من عندي خلاص اضغط على ال plus sign دي ال plus sign دي على اعلامة ازاي الديت تضغط على كده فبيقول لك تعالا بقى انت عايز تجيب صورة من على الكمبيوتر ولا عايز تعمل fill color معين او تحط لون من عندك انت او تزبط لون على مزاجك ففي اللون على مزاجك هتحط هنا ال hexadecimal بتاعة ال color وبعدين تضغط عليه انما في الصورة هتضغط برضو على الصورة ويديني نفس ال options ممكن اجيب من على ال net ممكن اجيب من على ال one drive او ارفع صورة من على جهازي مخزنة على الكمبيوتر الخاص بي تمام كده يبقى انا شرحت دول بمنتهى البساطة طيب كده انا شرحت دول وتمام التمام نروح بقى على share نروح على share طيب بص بقى معايا في share لان share دي افقى 3 sections يعني 3 قطاعات مهمين جدا 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 هم ايه بقى نشرحهم مع بعضين ال part الاول ده لان انت عندك يعني عندك 3 اماكن لانك تاخد copy او تاخد نسخ لل link الخاص بالاختبار اللي انت هتعمله ده عشان تبعطه لطلابه طيب اول قطاع ده اللي هو ده كده من هنا هتاخد اللينك اللي انت هتبعطه للطلاب الطلاب فقط يبقى ال part الاول ده اللينك الخاص به الطلاب طيب نروح نشوف فيه ايه بقى كده بيقولي هنا only people in my organization can respond يعني لو دغطت هنا بقولك الناس بس اللي في المدرسة بتحتي والده انا ضيفهم على الاميل بتاعه هم بس اللي هيقدروا يحلوا الاختبار ده ولا اي حد معايا اللينك يقدر يحل الاختبار لو انت خدت الاولى ديت كده يبقى اي حد سواء داخل المدرسة خارج المدرسة داخل الدولة خارج الدولة يقدر يحل الاختبار بسهولة جدا تمام طيب بس انت لو عندك دومين لمدرستك وكل طلابك في تحت دومين معين خد اللي تحت دي كده ويبقى انت كده حددت مين اللي يعمل الاختبار ومين اللي يعملش الاختبار طيب اخد اللينك ازاي نضغط هنا على copy لو ضغطت على copy كده يتم نسخ اللينك واعرف حضرتك دلوقتي بعد لما اخلص الاختبار كيف بقى ارسل اللينك للطلاب تمام كده لما تاخد اللينك كده copy ده اللينك بتاع الاختبار اللي انت عامله نضغط على copy فيتم اخذ نسخة من الاختبار بس هنا نسخة من اللينك الخاص بالاختبار بس هنا بقى مديني مديني شوية options كده اختيارات مهمة لو انت ضغطت على اللينك هنا اللينك هنا يبقى انت كده عملت copy للينك طب واحد مسلا عايز اشتغل بالبار كود بدل ما يبعت اللينك للطلاب ويعمل بار كود بص اضغط على هنا كده فيديك بار كود تعمله download تنحمله عندك على جهازك وبعدين ترسله لطلابك على الواتس اه على الايميل على 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 وبمجرد المسح الضوئي للبار كود ده من الكاميرا بتاعت الجوال فبياخد الطالب مباشرة على صفحة الكوز تمام كده يبقى انا ممكن ابعت الايميل اللينك بالايميل من هنا ممكن احمل البار كود وابعته لطلاب ممكن لو انا عنده وابسايت وعايز اعمل امباد يعني دمج او تضمين ليه اللينك ده في الوابسايت بتاع المدرسة احط اخد ده طب الايميل ده مثلا طريقة ارسال اللينك بي الايه بي الايميل طيب نشوف كده مع بعض لو انا ضغط على الايميل كده بص هيفتعلي هيفتعلي جوجل شوف هنا هيفتعلي هنا جوجل ويقول لي بقى انت عايز تبعت لمين نحط بقى الايميلات بتاعتنا هنا كده ويبقى احنا مجاهزين الايميلات بتاعتنا هنا زي ما اورح حضرتك كده شوف معايا انا هنا مثلا كتيتشر مجمع الايميلات الخاصة بيه الطلاب بتوع كلهم فيه فولدر واهم اعمل كده ضغط ورايح مسلا على جريد ايت مسلا واعمل اعمل كنترول اي وكنترول سي عشان اخد تمام واروح على جوجل اروح على جوجل من هنا كده او اروح على سوريا على الابليكيشن بتاع الايميل واعمل واعمل فينساق لكل الايميلات الخاصة بالطلاب وبعد كده اعمل ايه اعمل تمام كده يبقى دي اتعملية الارسال سهلة وبسيطة جدا 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 ونرجع مع بعض ايه نرجع مع بعض مرة تاني يبقى انا كده شرحت او الاربع خيارات دول المهمين جدا 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 يبقى الاول ان انا اخد نسخة من اللينك تانية لو انا عايز احمل وبعاته للطلاب والطالب يمسح ده بالجوال ومن هنا لو انا عندي موقع معين والموقع ده انا عايز احط اللينك في الموقع من ضمن الكود بتاع الموقع او ممكن ابعت بالايميل مباشرة طيب ده كان التبويب الاول وده خاص بالطلاب ده خاص بالايه بالطلاب طيب هنا بقى لو انت عايز تبعت اللينك ده لأحد الزملاء وما يعدلش فيه بس يعمل يعني يعمل له اعادة ارسال مرة ثانية للايه لطلاب اخرين تمام بس مش هيقدر يعدل فيه انما لو اخدنا شير ديت ديت باخد شير بقى باخد من هنا لو ضغط هنا جات لينك لو ضغط على اللينك كده فبيدين اللينك من خلاله اقدر ابعته لواحد مدرس زميلي مسلا انت مدرس علوم مدرس ساينز وعندك اتنين في المدرسة فعايز المدرس مسلا تبعت له اللينك بتاع الامتحان اللي انت عملته ده بحيس يعدل عليه يضيف سؤال يحذف سؤال كده يبقى انت هتاخد انه بقى نضغط على من هنا كده اللي كانت ظهره من شوية وبعد هنا اخد يبقى انا اللينك اللي انا اخدته من هنا لو بعدتوا لزميلي المدرس زميلي ممكن يحذف لسؤال يعدل له سؤال يحط لي اجابة يحذف لي اجابة وطبعا الابشن ده انا بفضل ان انت تختاره لو انت بتبعت الاختبار بتاعك او الموجه بتاع المادة بتاعتك عشان يريعه قبل ما ترسله للايه قبل ما ترسله لطلابك طيب اعيد تاني بسرعة كده واكرر واكرر كده بسرعة يبقى نقرره كده مع بعضين يبقى انا من هنا من هنا ابعت الايميلات بتاعت للطلاب من هنا ابعت لزميلي عشان يعمل يعمل ويعمل يبعت لطلاب تاني وتاني وتالت ومن هنا هاخد لنك عشان ابعته للموجه العام للمادة يعدل في الاختبار يشوف الاختبار شاف نقطة مثلا مش مناسبة سؤال مش كويس عايز يغير شيء بتاع يبقى انت كده في الامان ويقدر يبقى يرسل بعد كده بدون ان انت ايه بدون ان هو او يعدل قصد يعني عليه ويرسل ليه الطلاب او يرسلك اللينك مرة تانية عشان انت تبعثه ليه الطلاب بعد التعديد تمام كده ده كان بالنسبة ليه كان بالنسبة ليه الشيء طب نروح بقى على الثلاث نوع دول ودول اهم ما في الاختبار نضغط عليه نروح على حقيقة بص بقى معين لما يخلص مباشرة علم ده كده لو كده مش متفاعل كده متفاعل اول ما الطالب يخلص الاختبار الدرجات تظهر قدامه مباشرة ياخد كام خد اتنين من عشرة خد تمانية من عشرة خد تسعة من عشرة يبقى الطالب حل وعرف دركته وهو قاعد وده option مهم تمام طيب خش على الجزء اللي بعد من بقى ليقدر يحل الاختبار اي حد معا يعني اي حد سواء داخل المدرسة خارج المدرسة داخل داخل نطاق المدرسة كده زي ما انا شرحت قبل كده خد الاول ده طب لو عندك بقى او عندك مدرسة والمدرسة دي عاملة مثلا معين وانت الادمن بتاع المدرسة انشأ الاميالات للطلاب ويعايز بس الطلاب بتوع المدرسة فقط هما اللي يقدروا يحلوا الامتحان يبقى ناخد الابشن التاني ده بس انا عندنا option مهم جدا بعد لما تخلص الاختبار او بعد ما الطالب يخلص الاختبار لو انت انفعل ده البرنامج هيسجل اسمه ويحفظه في 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 المايكروسوفت زي ما هشرح لحضرتك بعد كده تمام نركز على ده يبقى هنا بيسجل اسم الطالب عشان انت بعدك هتعرف مين اللي حل ومين اللي محلش انما انت لو ما علمتش ده كده الطالب هيخش يحل ويددوله الدرجة وما يجيلكش انت كمدرس اسم الطالب اللي حل فلازم اعلم على دك لازم طيب ممكن طالب برضو بعد كده يعمل ايه يحل الاختبار ولاقى نفسه مثلا جيب خمسة من عشر يروح يحل الاختبار تاني لو انت سبت الابشن ده مش مفاعل الطالب هيقدر يحل الاختبار مرة واتنين وثلاثة واربعة وعشرة وعشرين ومية انما لو ضغطت عليه علامة الصحة كده تمام هيقول لك يعني استجابة واحدة فقط لكل طالب يعني يحلوا مرة واحدة فقط جاب بقى واحد جاب اتنين جاب عشرة جاب خمسة يبقى هو يحلوا مرة واحدة وطبعا الساتينجز ده بترجع ليك عايز تدر طلابك الفرصة ان هو يحل الاختبار اكثر من مرة عايزوا يحلوا مرة واحدة بس فبناء على الساتينجز ده انت تقدر تعمل كنترول على الكوز بتاعك طيب تعال بقى ان تخشوا على الساكشنز المهمين دول ودول اخر ساكشنز عندنا بقول لين الخيارات الاستجابات الخاصة بيه الكوز اول شي بقول لك انت عايز اي حد يخش يحل الاختبار يجي لك ايميل ويجي لك اشعار ان فلان الفلان يدخل حل الاختبار اه انا عايز خلاص اعلم على دي كده مش عايز شلها طيب واحد يقول لي طب انا هبدأ الاختبار امتى وهنهي الاختبار امتى اضغط على من هنا نركز بقى عشان في هنا نقطة مهمة جدا 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 وعايز اوضع الفة انتباه حضرتك له ركزوا في النقطة دي اضغط على Start Date من الا لما اضغط على Start Date بيجي لانت عايز تعمل الاختبار يمتى عايز تعمله يوم سبع اربعة الفين وعشرين طب هتعمله الساعة كم مثلا نخلي مثلا انا عايز اعمله مثلا الساعة الساعة مثلا عشرة عشرة مثلا الصبح أنا هنا اختارها 10 وهارجع كمان مرة اشرحها 10 ونص فانت اخد بالك النقطة اللي انا عايز اوضعها هاخد هنا عشرة تمام يبقى العائلة هيعملوا الاختبار خليني مثلا اغير هيعملوا مثلا الاختبار يوم 9 4 الساعة 10 الصور طيب هتسيب الاختبار مفتوح لا لازم تنهي بقى نروح على الان ديت نهاية الاختبار طب عايزتين الاختبار يوم 9 اربعة برضو الساعة 11 هو هنا بص من هنا 10 لهنا 11 يبقى انت لو عايز تعمل الاختبار ساعة حط من هنا حط ابدأ بعشرة هو تلقى ايه بعملو لك 11 او ممكن اخليت ناشر ممكن اخليوها كزا 11 ونص 10 11 11 ونص 12 ونص وكزا تمام طيب بس انا هنا عايز اقول ايه هنا عايز اقول نقطة مهمة جدا 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 وحضرتك لازم تنتبه لها النقطة اللي هقول لك عليها ان انت واحد مثلا يقول لي ايه طب انا عايز اعمل مثلا كويس صغير كده او امتحان كده من نص ساعة هاعمل نص ساعة ازاي لو عايز تعمل نص ساعة يبقى بداية الاختبار لازم تكون ونص حاجة ونص يعني ايه طب بص كده معاي هنا اضغط على عشرة خد ابدأ بقى بعشرة ونص لان انت لو بدأت عشرة مش هتلاقي لو بدأت هنا بعشرة مش هتلاقي هنا عشرة ونص هتلاقي بدألك من 11 مباشرة فهمتو اصدي يبقى انا عايز اعمل للكويس نص ساعة يبقى اروح من هنا اخو ابدأ انا بالنص في البداية وهاجي هنا هلاقي بدأ لك بال11 برضو يبقى الكويس بتاعي يبدأ من 10 ونص وينتهي ال11 انما لو بدأت بساعة كاملة مثلا الساعة مثلا 11 هتبص لها هنا بدألك 12 فهمتو اصدي طبعا انا عايز اخلي نص ساعة خلاص ابدأ ب11 ونص تمام كده يبقى هنا ب11 ونص ليه 12 تمام كده فهمنا النقطة دي تعال بقى على الشفل كواستشن دي معناها ايه معناها بالعربي خلط الاسئلة يعني خلط الاسئلة بقى يعني انت بعد ما هتخلص الاسئلة بتحتك زي ما هشرع لحضرتك دلوقتي ازاي تعمل سؤال شفل كواستشن دي بتعمل خلط الاسئلة طالب مثلا في نفس الوقت فممكن طارب يكون شاطر شوية فيقوم عامل الايه اللي يجوبها بسرعة على الواتساب جروب يقوم عامل لها النشر ايه على الواتساب جروب بتاع الطلبة في الفصل فالطلبة في ثانية يغشه الاسئلة لا لو انت علمت على الابشن ده فيعمل خلط للاسئلة يعني ترتيب الاسئلة اللي هيظهر لك مش هو نفس ترتيب الاسئلة اللي هيظهر لي بش هو نفس ترتيب الاسئلة اللي يظهر للمدرس تاني وهكذا او لطالب تاني سوري وهكذا تمام؟ يبقى ممكن مثلا يظهر له سؤال ده رقم تسعة يظهر لك انت سؤال رقم واحد السؤال رقم عشر يظهر لنا رقم واحد السؤال رقم خمساشر يظهر لطالب تاني رقم واحد وهكذا بقى انت كده ضمن عملت امان شوية لطريقة الغرش طيب بيقولك هنا انت عايز بقى تعمل خلط لكل الاسئلة ولا عايز تعمل خلط لاسئلة معينة تأمن اختبارك يعني ولا تأمن اسئلتك انا بفضل ان انت تعمل خلط لكل الاسئلة طيب واحد يقول لي مثلا انا عايز ايه عايز اسبت سؤالين مش عايزهم يتبدلوا يعايز الاختبار يبدأ بيهم ودي بتفيد في السؤال اللي لو انت حطيت اول سؤال بعد كده زي ما هورى حضرتك بعد كده السؤال طبعا في بعض المدرسين بيعملوا ايه بيجوا على اول سؤالهم عاملوا اكتب اسمك فده ببعا مش عايزوا يتبدل فهمتم؟ مش عايزوا يجي لطالب تاني السؤال الاخير عايزوا يجو في الاول لكل الطلاة يبقى ايه جي عاملين انت عايز تأمن وتسبت الاسئلة من السؤال الكامل للسؤال الكامل عايز اسبت من السؤال الاول ليه السؤال 3 مثلا تمام ؟ بيجان كده السؤال 1 و3 مش هيطلق طبعا عايز تسبت السؤال الاول بس حط صفر وهكزا تمام اعتقد النقطة دي مفهوم طيب نروح بعد كده على ديت بتعمل تخصص رسالة طبعا ناسبها دي كده دي بتخصص رسالة للطلاب بعد ما تطالب مسلا يحل الاختبار انت عايز تقول له مسلا شكرا لأداء الاختبار اي رسالة نتمنى لكم التوفيق بالتوفيق وهكذا مع اطيب الامنيات بالتوفيق حط اي رسالة انا حط مسلا مع اطيب كده مسلا مع اطيب الامنيات بالتوفيق والنجاح مسلا تمام ممكن مدرس انجلش مسلا يقول لك وهكذا يبقى انت عندك ايه عندك كتير طيب انا كده حطيت كل شيء تعال بقى على اخر جزء معانا في الجزء ده عشان انتقل بقى لعصب الامتحان وهو طريقة سرد الاسئلة ووضع الاسئلة وتخصيص الايجابات الصحيحة للاسئلة طيب انا كده عرفت حضرتك كل شيء ودول الاعدادات ديت لازم تعملها الاول قبل ما تخش للاختبار عشان انت بنت عارف انت تمشي ازاي في الاختبار في فيه او القسم الخاص بالاشعارات بيقول لك انت عايز ارسال ايميل للمستل الريسيبيان تو ريسبوندنس يعني سند ايميل يعني ترسلوهم ايميل انهم ان فيه ان فيه اختبار اللي الاستاذ عمله حط علم العلامة تمام طيب انت عايز انت يجيلك نوتيفكيشن لكل طالب عمل الاختبار علم على الايه علم على التشاكباكس التاني ده يبقى انا اعتقد جدا شرحت كل شيء بالتفصيل لانه ده الحاجات ده مهمة جدا 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 وانا اتحداكم 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 متابعي قناة ان حضرتك مش هتلاقي نفس اسلوب البساطة في الشرح مش انا مش بامدح في طريقة الشرح ولكن انا يعني عشان انا مدرس ومريت بالتجربة وحطيت اختبارات قبل كده فبحاول ادل حضرتك المعلومات بمنتهى البساطة فان شاء الله زي ما وعدتك في بداية الفيديو ان الفيديو ده انت مش هتسمع فيديو تاني على اليوتيوب خاص بالمايكروسوفت فورمز يبقى انت لو احد لو حد شاهد الفيديو ده ان شاء الله مش هيشاهد اي فيديو تاني بازن الله تمام كده طيب ننتقل بقى لي الجزء اللي بعد وهو طريقة وضع الاسئلة الخاصة بالاختبار بدع بعد انت ما حطيت طبعا الثيم وعملت الشير وحددت انت تاخد اي قطاع وروحت على ساتنجسينا حددت طريقة اختبارك ويبدأ امتى وينتهي امتى وعملت تأمين للاسئلة وكل شيء ومن اللي يقدر يحل الامتحان والعالي يظهر النتيجة ولا لأ وهكذا تمام كده طيب ودلوقتي نبدأ على بركة الله في شرح كيفية وضع اسئلة في الاختبار الالكتروني الخاص بك تمام يبقى احنا دلوقتي شرحنا كل شيء في الويندو اللي موجودة قدام حضرتكو دلوقتي وقلنا يعني المقصود يعني ايه بكلمة وهنا طبعا احنا قلنا هنا هنا ديت ديت التاب اللي هيكون موجود في كل الاسئلة اللي حضرتك هتحطها في الاختبار وهشرح دلوقتي طريقة وضع اسئلة داخل الاختبار ايه المقصود بكلمة ديت يعني الاستجابات يعني هنا هتلاقي كل بقى ايه كل الطلبة اللي دخلوا وعملوا الاختبار وحلوا الاختبار موجودة هنا بس طبعا انا لسه ما عملت اختبار ولا حطيت اسئلة فمش بين عندي شيء تفصيلي طب خليني الاول احط الاسئلة وارجع اجاوب على اختبار قدام حضرتكو وهجاوب عليه بنفسي وهرسله الى ايميل او ااخد اللينك بتاع الاختبار ده هرسله على ايميل بديل عندي وليس الاميل المستخدم في انشاء اختبار الكتروني واورى حضرتكو ايه اللي بيحصل وكيف احصل على درجة الطالب واخد تقرير عن درجات الطالب وكل شيء طيب نروح على بعد كده اروح اضغط على كلمة اد نيو لما اضغط على كده بيجي لي شريط كده ولازم حضرتك تعرف كل الوظائف اللي موجودة في شريط ده كلمة يعني انت حضرتك هتحط اختبار كله اختيار من متعدد يعني اختيار من متعدد كلمة يعني هذا سؤال مقالي وهو عرف حضرتك دلوقت ازاي تحتعمل سؤال مقالي وازاي تصححك لان الاسئلة المقالية لها طريقة في وضع الاجوبة بتاعتنا وطريقة في وضع الاسئلة الريتنج دي ات اسئلة التصنيف يعني اسئلة الرأي يعني انا ممكن مثلا احطه سؤال واكتب فيه ما رأيك فيه طاقس جمهورية مصر العربي ممكن واحد ولد يقول كويس ممكن ولد يقول سيء تمام تب انت هتحط الدرجة عليه ازاي ما هو دي اجابة ذاتية ممكن مواحد موافق واحد مش موافق واعرف حضرتك ازاي برضو تحط اجابة ليه السؤال ده بالنسبة للديت ده سؤال خاص بالاحداث التاريخية اللي حصلت وده تقريبا بينفع او بيكون يعني اكثر فائدة لمدرسي الهيستوري او التاريخ يقول لك مثلا متى دخلت الحملة الانجليزية مصر سنة كام نضغط عليها ونختار الاجابة الصحية يبقى هنا لما حب احط سؤال خاص بالتاريخ اختار ده عند هنا سهم كده اضغط على السهم ده وعند هنا حاجة اسمها لايكرت وهاشرح لعضرتك يعنيه لايكرت وده النوع الخاص بالاسئلة وهنا فايل ابلود والحاجات ده برضو اشرحها بس ببقية الاسئلة او الانواع الاسئلة الرئيسية هي تمام انما الخيارات المتبقية ديها ليس لها علاقة بوضع الاسئلة تمام نبدأ على بركة الله وناخد اول اختيار وهو اتشويس نضغط عليه كده لما بيجي لكلمة اتشويس هنا بتتحول الشاشة زي ما حضرتك شايف كده الى مجموعة من الاقسام ونركز بقى مع بعضنا دلوقت لانه هبدأ شرح تفصيلي للشاشة دي اول مربح هنا بيقول لي هنا كوستشن يعني ايه كوستشن يعني انا هحط السؤال اللي الطالب مفروضي جاوب عليه نحط اي سؤال مسلا مسلا نحط سؤال مسلا نكتب مسلا نحط مسلا اي سؤال مع بعضنا كده مسلا مسلا لوحة المفاتيح هي من وحدات وحط نقط كده للطالب وحدات ايه يا طالب وحدات ايه بقى هنا حط بقى ده السؤال وانا قلت اللي تشويس يعني سؤال اختيار من المتعد هنا انا حطيت السؤال بتاعي زي ما حضرتكم شايفين كده وهنا بقى هبدأ احط الاجوبة اللي الطالب هيختار منها تمام طب اوبشن وان حط الاجابة الاول اكتب مسلا وحدات الادخاء هكتب كده الادخال مثلا تمام اروح علي بعدها من وحدات الاخراج الاخراج كده مثلا تمام وحدات الادخال وحدات الاخراج تمام نعدل كلمة الاخراج هنا تمام كده طيب هنا طب واحد يقول لي هما الطالب يختار من اجابتين اتنين بس ما اقدرش انا اضيف اجابة تالتة لا تقدر تجيبي اضغط على كلمة اد اوبشن من هنا عشان يضيف لك اجابة تالتة وربعة وخمسة حط العدد اللي اعجبك نضغط على اد اوبشن جاب لي ايه اختيار تال اكتب وحدات مسلا تخزين زي ما حضرتكم شايفين كده طب يا مستر محمد عايز احط كمان سؤال مفيش مشكلة اضغط على اد اوبشن حط من وحدات مثلا المعالجة تمام كده يبقى انا هنا حطيت السؤال بتاعي وبدأت احط الاجوبة اللي الطالب هيختار منه تمام كده طيب لما الكمبيوتر يجي صحع السؤال ده الكمبيوتر هيعرف ازاي ان الاجابة ديت هي الصح عشان يضي للطالب الدرجة عليها افترضنا مثلا الطالب اختار المعالجة والاجابة الصحيحة هي الادخال كيف الكمبيوتر هيحدد ان اجابة صحيحة هقولك ازاي انت لما بتقف على اي اجابة كده بيجي لك جنبها تلات ايكونات كده او تلات وظيف مهمين جده لو انت ضغطت على علامة الصح ديت ضغطت علىها كده معنى زلك ان انت قلت للكمبيوتر يا كمبيوتر ان الاجابة دي الصحيحة تمام كده طيب لو انت عايز تلغي الاجابة دي خالص الغيها من دليت من هنا اما ليه المربع ده اللي عامل زي مربع الرسالة ده المربع ده بقى ايه بتعرض للطالب في حال انه اختار الاجابة دي وميطلع له رسالة اجابتك صحيحة فهمت قصدي اجابتك كده طيب اكتب الاجابة مثلا اهو اجابتك اهو اجابتك صحيحة كده تمام اجابتك ايه اجابتك صحيحة تمام طيب خلصت الاول اضغط في الخارج كده وابدأ احط التاني طبعا انا كده حطيت الاول الصح ما عادش الياه ده او بقى مش هحط بقى ان الاوبشن التاني ده لان انا عملت الاجابة لهولي الصح يبقى انا هنا مش هحط فقط غير المربع ده ده لو انا عايز احطه لو عايز احط رسالة خلي بلك الرسالة دي اختيارية ممكن تحطها ممكن ما تحطهاش فاللي حضرتك عايزه يعني خلينا اكملها بالمرة هكتبنا مسلا اجابتك خاطئة هنا برضو نفس الكلام اخدت بقى كده زي ما حضرتكم شايفين كده اخدت كنترول سي واجي هنا برضو اضغط واعمل كنترول في عشان الزا واجي هنا برضو اضغط واعمل كنترول في عشان ايه عشان الزا يبقى انا كده مية مية وخلصت اسئلتي وحطي وحددت الاجابة الصحيحة وكل شيء لو روحت على الوقت كده تعالى شوف الاجابة كيف تطلع للطالب نضغط على شوف اختار يا عم الطالب يلا لوحة المفاتيح هي من وحدات الادخال الاخراج التخزين المعالجة وبعد ما الطالب يخلص يوم يضغط سميتهم طب نرجع باك واضغط في قلب السؤال تاني كده عشان يفتحولي في وضع التعديل كده فتحولي في وضع التعديل تاني طيب لاني لسه ما خلصتش مكونات السؤال ما فيش مشكلة طب لو حضرتك لو حضرتك جيت تحت هنا كده بيقولي هنا يعني السؤال دي درجته من كام خلاص حط بقى للكمبيوتر درجة عشان لما الكمبيوتر يجي يصحح السؤال ده يعرف الطالب ياخد كام انا حط مسلا السؤال ده من درج تاني بحطيت هنا اتنين طب ايه كلمة دي يعني في بعض الاسئلة لو انت حضرتك لك علاقة بيه الاستمارات اللي بنملاها عن طريق الانترنت او شيء في بعض الاسئلة انت ممكن انت اتخطها يعني ما تحط لهاش اجابة طيب بس انا لو ضغط هنا كده بقى اسمه يعني مطلوب يعني الطالب لازم يحل الاختبار ده السؤال ده ما يعرفش يتخطى السؤال ده لو انا حطيت هنا إنما لو ما فعلتش الطالب كده ممكن يسيب السؤال ده وروح على اللي بعده والكمبيوتر ما يحسبش الدرجة لان انت ما عملتوش يعني مطلوب يبقى هنا اضغط عليه كده عشان يكون مطلوب ماشي بقى انا شرحت يعني ايه وشرحت يعني مع بعضنا واحدة واحدة ايه ملتوبول انسرز دي الملتوبول انسرز ديت يعني خيارات متعددة يعني ايه في بعض الاسئلة اللي حضرتك بتحطها بيكون السؤال يحمل اكثر من اجابة صحيحة يعني ممكن الطالب يختار مسلا دي ودي بس هنا الدواير ديت اللي حضرتك شايفة ديت معناها أو تعني فيه الكمبيوتر إن الطالب لازم يختار اجابة واحدة فقط مايقدرش يختار اجابتين طب تعرف انا نشوف بريفيو كده ونعمل نختار اتنين كده مع بعض نيجي نختار الاولى والتانية ماينفع نرجع بقى نضغط كده تاني في قلبي السؤال شان نفتحه الوضع التعديل واروح على الملتوبول انسرز دي لو ضغطت على الملتوبول انسرز يعني اجابات متعددة بص اللي يتعب بص حط النظرك هنا على الدواير بص معايا كده هضغط شوف تحولت الدائرة الى ايه الى مربع يعني كده لو انا عندي سؤال وهذا السؤال يحمل اكثر من اجابة صحيحة يبقى اعلم على ملتوبول انسرز دي لانها مهمة جدا طب نروح نعمل بريفيو كده مع بعضنا نشوف كده اه تحولت الدواير الى مربعات ممكن اختار الادخال الاخراج ممكن اختارهم كلهم عادة خالش شوف ممكن اختار اتنين او تلاتة او واحدة بس مفيش مشاك يبقى اللي حضرتك عايزه تمام يبقى انا كده فهمت فهمت حضرتك يعني ايه ملتوبول انسرز وريكوير تمام انتو تسمحوني بس لو انا كنت بشرح كل شيء بالتفصيل الممل احيانا لبعض الناس اللي عندهم الكمبيوتر ولكن برضو انا براعي في شرح بتاعي ان فينك احد الزملاء الافاضل اللي بتكون معرفته بالكمبيوتر ضعيفة الى حد ما فلازم نشرح له خطوة بخطوة عشان يقدر يمشي معنا ويعمل الاختبار بطريقة صحيح تمام يبقى انا خلصت كده كل شيء فاضلي بقى الثلاث نقط دول نضغط على الثلاث نقط بص بقى ركز معايا الشافل ديت لو انت فاكر معايا انا شرحتها هنا في الستنجز هنا جتلنا في الستنجز بس الشافل دي هتيجي هنا تاني ليه في السؤال ده هي جتل في الستنجز كنا بنقول عشان تلغبط الاسئلة كلها ماشي انما الشافل ديت تعمل ايه بقى هنا لو انت علمت على كده فتعمل لك خلط للاجوبة يعني ايه لو تصادفة ان السؤال دي جي معايا طالب تاني بنفس الترتيب ممكن يقول الحل ركب السؤال ركب وعد كام ويقول له خد الادخال مثلا او اجابة تكون الادخال او الاخراج لو انت علمت هنا على شافل options ديت كده فترتيب الاجوبة ده هيختلف يعني هيظهر انا انا مسلا كمحمد هيظهر للادخال سعيد مسلا اتخر له الاخراج مصطفى مسلا هيظهر له التخزين في الاول اه احمد مسلا هيظهر له المعالية في الاول فدي بتعمل خلط للاجوبة الخاصة بالسؤال ده بتلغفينها يعني بحيس تظهر مختلفة الترتيب لكل ايه لكل طالب عن الطالب الارض طيب الماث الماث دي خاصة بمدرس الرياضيات وهاشحار اشرحها كمان شوي طيب السابتايتلز دي بتعمل ايه بتعمل عنوان فرعي عنوان فرعي للايه للسؤال الخاص اللي انت حط لو انا اضغط عليها كده شوف جاب لي enter سابتايتل يعني حط عنوان فرعي العنوان الفرع هنا بيكون مسلا ايه مش انا هنا مسلا حطين سؤال اهو طيب انا ممكن احط هنا عنوان فرعي واقول للطالب يبص يمكنك كده بص يمكنك اختيار اكثر اكثر من اجابة من اجابة كده شوف يبقى انا حطيت للطالب عنوان فرعي لما روح اعمل بريفيو هنا شوف ايه اللي حصل بقى يبقى هنا شوف يمكنك اختيار اكثر من اجابة وحطيت كده اجابة للطالب ويبقى كل شغلنا مزبوط وعملت كل شيء ارجع باك تاني من هنا طيب انا خلصت كل شيء هنا في السؤال ده وحطيت الضراجات ولو عندي سؤال بيحتمل اكتر من خيار مفيش مشكلة والريكوايرد وخدت يعني ايه والاختيار ده مش مش مطلوب مننا خالص في هنا دلوقتي اروح بقى فوق دلوقتي كده على دي ده بيعمل ايه بيعمل يعني بيعمل نسخ للسؤال يعني ايه نسخ للسؤال يا مصر محمد يعني مسلا بص بص كده انا هضغط عليه شوف اللي هيحصل بص انا ضغط عليه ايه الانزل بقى تحت كده لقيته فاتح لي سؤال تاني شوف هو ده السؤال الاول اتحافظ او اللي احنا عملناه وداني نفس السؤال مرة تانية نفس السؤال مرة تانية عشان بس انا اعدل ايه? انا اعدل عليه بقى ومحطت الصغة التانية للسؤال هنا ومغير الاجوبة. بدل ما اروحت انا اعمل من هنا ومعرفش هو اغير واعمل. يبقى انت لو عندك اسئلة متشبهة. تمام? اضغط على قبي فيعمل لك سؤال زيه تماما وانت بس اعدل عليه وخلاص. تمام? فهمت قصد كده? عرفنا من هنا ان هو بيحزف ممكن يحزف السؤال ده خالي. تبدي بيعمل ايه? مش ده سؤال ركم اتنين? خليني مسلا احط مسلا اي سؤال خليني مسلا احط الفقرة. عشان بس اوري حضرتك شيء مويا. خليني حطيني مسلا كلمة الفقرة. كده مسلا. واضغط هنا على الترتيب. يعني هطلع السؤال الرقم اتنين ده واحد. بص. شوف? جال السؤال رقم واحد اهو. تمام? زي حضرتك شايف كده? نضغط راية كريك هنا كده عشان نحدد الكلمة ديت. تمام? نصححها. زي ما حضرتك شايفين كده? وشوف? جاب لي السؤال ده ترتيبه التاني. والسؤال ده ترتيبه. وهكذا برضو ده ينزله تحت ده يطلعه فوق. وهكذا. وبقى انا كده ايه? شرحت لحضرتك المقصود بالسؤال الخاص باختيار من متعدد بكل تفاصيله. امسحه من هنا كده. عشان انا عندي قريد دي سؤال تحته. كنت اعمله نسخة قبل كده. ويبقى كده اعتقد اعتقد ان انا وفيت النوع ده من الاسئلة شرح. وشرحت في كل شيء. بس اه في حياة كنت انسى. شايفين انتو علامة الصورة اللي موجودة جنب السؤال بالزبط? ايوة شايفينها. من هنا كده ممكن اضيف صورة تعب تعبر عن السؤال. يعني لو روحت اضغطت على هنا كده. بيفتح لنفس الخيارات اللي كنت شرحتها حضرتك قبل كده. عايز تجيب من الوان درايف ولا ترفع من الكمبيوتر بتاعك ولا من الامج. هنجيب مسلا من الانترنت مباشرة. اكتب مسلا هنا لوحة المفاتيح. خلنا اكتبها كده لوحة المفاتيح. عشان السؤال خاصة بلوحة المفاتيح. واضغط على انت. واختر اي روحة مفاتيح بقى كده. اختر مسلا دية. كده مسلا. اختر على دي وعمل اد. شوف هيعمل ليه بقى? بص. بص هيعمل ليه? شوف. ادرج لي لوحة مفاتيح. وبقى السؤال شكله كويس ومنظم. لو رحت على بص السؤال عامل ازاي? شوف. لازم يتحل اللي انا قلت لك عليها. لوحة المفاتيح كزا كزا. العنوان الفرع يمكنك اختير اكثر من اجابة. وجاب لي صورة شكلها جميل ومرتب. وجاب للاختيارات وكل شيء وتمام التمام. ولو رحت برضو على نظام عرض الجوال على موبايل هنا شوف. السؤال بيزهر للطالب ازاي? هيزهر له كده شكله مرتب وشكله منظم. كده اعتقد اعتقد ولله الحمد ان انا وفيت النوع الاول من الاسئلة شرح. وزي ما وعدت حضرتكم قبل كده ان شاء الله ان شاء الله الفيديو ده حضرتك مش هتسمع فيديو تاني على شبكة يوتيوب خاصة بعمل اختبار الكتروني. لان ده الشرح الوافي الكافي. بس طبعا خليني برضو اعد على مسامعكم ان لو الشرح يعجبك وحسيت بالمجهود والتعب اللي تم في خلال التصوير والتسجيل وعمل الفيديو ده عشان اقدم محتوى سهل ومناسب وبسيط لكل المشاهدين. ارجوك ادعمني بالاشتراك وشاير الفيديو ده مع احد الزملاء. ممكن احد زملاء يكون محتاج معلومة بسيطة مرتبة زي الفيديو ده كده ان شاء الله. فبكده حضرك تسعيدني في نشر قناة وتكون بازن الله القناة الاولى المتخصصة في الكمبيوتر التعليمي في الوطن العربي كامل بازن الله بدعمكم ان شاء الله. ودلوقت ننتقل مع بعضنا للجزء التاني او النوع التاني من الاسئلة. طبعا انا شرحت بالتفصيل السؤال الخاص بي الاختيار من متعدد او طيب. هخلينا اشرح النوع التاني من الاسئلة. اضغط على ادنيو من هنا كده. وبعدين عندي حاجة اسمها تاكست. يعني ايه تاكست? يعني سؤال مقالي. سؤال مقالي. تمام? يعني ممكن الايجابة تكون ذاتية. وممكن تكون غير ذاتية. وهورى حضرتك دلوقتي كيف السؤال ده بتعمل وكيف حضرتك بتحط الدرجة بتاعها. نضغط على تاكست كده. فبيقولي طبعا يعني حط السؤال نفس النوع التاني من الاسئلة بزبط. خلينا احط مسلا السؤال. وليكن مسلا. مسلا يعني ما هي عاصمة? ما هي عاصمة مصر? مسلا كده. تمام كده? طي. وحط question mark كده. طبعا هنا لو انا عايز احط subtitles يعني عنوان فرعي وانا شرحته قبل كده العنوان الفرع ده. تبقى او الكمبيوتر كيف هيعرف اجابة السؤال ده? يبقى اني لازم اراح ازود الكمبيوتر بالاجابة الصحيحة الخاصة بالسؤال. اراح اضغط على add answer من هنا كده. وابدأ احط الايه? ابدأ احط السؤال. تمام كده? طيب. دلوقتي عنده نقطة مهمة جدا. ممكن ولد يكتب مسلا عاصمة مصر ممكن يكتبها كده القاهرة. كده مسلا. تمام كده? تمام بالتايل مربوطة. يبقى الطالب او الكمبيوتر. الكمبيوتر لو لا اجابة كلمة الكاهرة. الكاهرة زي ما حضرتكم شايفين كده هيعلمها صح. بس انت في الاسئلة اللي هي على هيئة تاكستة والاسئلة المقالية اللي زي دي كده. حضرتك لازم تنتبه لنقطة مهمة جدا. وهي ايه? وهي ان ممكن طالب مسلا يكتب مدينة الكاهرة. تمام كده? لين دي اسئلة ذاتية. اسئلة مقالية. ممكن طالب يكتب مسلا القاهرة بالهاء المربوط وليست بالتهاء المربوط. يبقى انت لازم تزود الكمبيوتر بكل الاجابات المتوقعة ان الطالب يجاوبها او يكتبها بحيس. لو الطالب مسلا كتب مدينة الكاهرة. الكمبيوتر يعملها له غلط. ليه? لان انت عملت تحديد ليه الاجابة انها تكون كلمة الكاهرة بس. اعتقد ان حضرتك دلوقتي فهمتني في النقطة دي من السؤال. اضغط على هاد انسر وحط برضو الاجابة التانية المتوقعة. اكتب مسلا مدينة تمام كده مدينة الكاهرة. وهكزا. تمام? وممكن طالب تاني يكتب كلمة الكاهرة مدينة بدون التائل مربوطة. يعملها مربوطة وهكزا. اعتقد دلوقتي ان انا وضحت النقطة دي. والنقطة دي مهمة جدا 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 في الاسئلة المقالية. انا طبعا شرحت يعني required. required ديت يعني سؤال لازم يتحل. الطالب ما يعرفش يعمل له skip او تخطي. وهنا طبعا بحط نقطة السؤالة والدرجة بتاعت السؤال. وده طبعا بطلع لفوق وانزل لتحت واحز في السؤال واخد قابل من السؤال. والحاجات دي انا شرحت. بس انا ما شرحتش long answer دي لانها ما كانتش موجودة فيه multiple questions او اسئلة الاختيار من المتعدد. السؤال ده بقى عبارة عن ايه? عبارة عن لو انت حطيت سؤال مقالي والاجابة هتبقى كبيرة شوي. انا انا حطيت سؤال اجابة محددة. شوف ما هي عاصمة مصر? الطالب هيكتب هنا الاجابة والاجابة هتكون مسلا القيارة. طبعا انا مسلا لو عايز اكتب سؤال وليكن ما رأيك فيه المملكة العربية السعودية. مستحيل مستحيل اتنين طلبة يكتبوا اجابة زيبعة. وانت طبعا هتعمل اجابة للكمبيوتر او اتخصص اجابة للكمبيوتر عشان بنان عليه الكمبيوتر يصحح السؤال ده للطالب. فمستحيل اجابة الطالب هتتطابك مع اجابة. فحضرتك لو عملته كده شوف. فتح لتاكس باكس كده او مساحة للكتابة كبيرة شوية. وهنا بص كلمة اختفت. ليه? لان السؤال ده الكمبيوتر مش هيقدر يصحح. حضرتك بعد كده اللي هتبقى تصححه وهعرف حضرتك هتصححه ازاي? تمام كده? يبقى احنا اتفقنا كده. يبقى لو هو سؤال صغير يبقى انت كده فعلا الكمبيوتر بديك امكانية انك تضيف الاجابات الصحيحة للكمبيوتر عشان يصحح بنان عليه. طب لو خلته سؤال طويل كده. الاجابة الصحيحة اختفت من هنا? والطالب ما عليه بس ان هو ايه? ان هو يدخل اجابته. طب ازاي الكمبيوتر هي يصحح السؤال ده? فين الاجابة الصحيحة اللي الكمبيوتر هيصح بنان عليه اختفت? لان ده يبقى سؤال اسمه بعد كده وانت بتعمل الانسرز بقى هتحط انت الدرجة يا دوي وتعلم السؤال ده ده. خلينا اسيبه كده زي ما هو دلوقت كده? تمام? عشان اعرف حضرتك هتحله ازاي? يبقى عشان اكون غطيت كل النقاط الخاصة بيه السؤال ده. طيب انا اعطاك شرحت كل شيء في النفذة. بس خلينا اضغط على تلات نقط دول كده تاني. انا شرحت عرفتها عنوان فرعي. ديت قيود وهسرحها دلوقتي. الماث ديت هشرحها لانها مهمة جدا جدا جدا. طيب. عشان اشرح الماث انا عايز احافظ على السؤال ده خلاص اراه اعمل ازاي ما اتفقت معك كده. فيحفظ لي السؤال هنا كده. تمام? ويفتح لي سؤال تاني مباشرة زي السؤال الاول بس انا اعدل عليه فقط هنا. خليني بقى اروح اعلم على الماث عشان خليني احط سؤال خاص بمادة الرياضيات لمدرسي الرياضيات. اضغط على هنا كده ونشوف مع بعضنا اللي يحصل. بص لما اضغط على لو انا مثلا مدرس الرياضيات او لازم اعلم على الاختيار ده عشان بيعطيني كل والصيغ والمعادلات والدوال والدوال التربعية والتكعبية والحاجات ده كلها بتيجي في الماث هنا. نضغط علىها. شوف كده اللي حصل لما ضغط على الماث. قال لي هنا ايه? قال لي هنا ادخل المعادلة. بس هنا رأس السؤال يبقى انا خلي مثلا رأس السؤال اقول له مثلا ايه? اوجد مثلا يعني خلينا كده ايه? اوجد ناتج حل المعادلة الاتي. او يعني ليه المدارس الدولية والطلبة الدوليين او طلاب مدارس اللغي. هنا احط الاكواجين مسلا. الاكواجين هتكون ما اضغط هنا علاكواجين. عايز اعمل مسلا سكويرروت اللي هو ده كده الجزر التربيعي مثلا. بالنسبة لطلاب المدارس العربية. الجزر التربيعي الفور واخد مسافة او اسبس من هنا كده. وبعدين اعمل بلاس او زائد. وبعدين احط مسلا ايه? احط طبعا او احط مسلا ايه? طبعا احنا عارفين او الجزر التربيعي للاربعة بيكون اتنين اتنين زيت خمسة وعشرين بتكون كم? بتكون سبعة وعشرين. طي انا هنا عملها لونج انسر لأ خليها ايه? خليها هنا متخلاش لونج انسر عشان ده سؤال في الرياضيات. ابدأ بقى حضرتك حط الاجوبة الصحية. طبعا دي الاجوبة اللي احنا كنا مخصصينها قبل كده. نضغط على الاجوبة ديت ونفسحها. ونحط هنا مسلا الاجوبة الصحيحة هتكون سبعة وعشرين. انا اكتب كده سبعة وعشرين. تمام? كده اضغط كده في الخال. يبقى انا صححت او او قلت للكمبيوتر يا كمبيوتر لما الطالب يحل السؤال ده. لو النتيجة بتاعته سبعة وعشرين حطه صح. واكد برضو على النقطة المهمة جدا دي. ممكن الطالب يحط السبعة وعشرين دي اكتبها سبعة وعشرون بالعربي. يبقى انت لازم كمدرس تنتبه للنقطة دي. اضغط على الاجوبة كده. وتكتب برضو هنا كده. سبعة مسلا وعشرون كده. تمام? بحيث الطالب لو حطاها سبعة وعشرين بالرياضيات حطاها سبعة وعشرين بالعربي. يبقى انت عملت كل الاحتمالات وغطيت كل الاحتمالات بالنسبة للايه? بالنسبة للايه الطالب. طب في مدرس مسلا او واحد بيسمع دلوقتي يقول لي مسلا ايه? يا مصر محمد انا لما ضغطت على هنا هنا في بعض الحاجات انا مش لقيها. مش 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 موجودة عندي هنا. طب اجيبها منين? ولا افرد عندي سيركل ولا دايرة ولا سكوير مربع ولا مسلس ولا اي اشكال هندسية ديت اجيبها ازاي ارفحها ازاي? قلت لك سهلة جدا. جدا جدا جدا. حضرتك تقدر تتغلب على النقطة دي انك تضغط على الايه? نضغط هنا كده نطلع على رأس السؤال هنا. ونضغط هنا كده. وفي هنا يبص? هنا علامة الصورة موجودة هنا. شايف علامة الصورة كده? اضغط عليها. وبعدين اخد صورة يعني امتش. وبعدين اخد ابلود من هنا. وهنا بقى هكون انا رسمت الدايرة بتاعت على ورقة او بجاهسة. وتمام كده? وخدتها صورة وحفزتها على الكمبيوتر بتاعي. ولنفترض مسلا هي دي كده. وهم محدد عليها. وهم ضغط ايه ضغط عليها هنا. وبكده يتم رفع الايه? يتم رفع الايه? الحاجة اللي انا ما لقيتهاش. مسلا دايرة مساحة دايرة. دايرة معقدة مش لايش شكل بتاعها على الموقع او اي شيء. فانا ارسمها بالمسطرة والقلم كده بسرعة. او مو خدت صورة بالجوال. وهم نقلها على الكمبيوتر بتاعي. واعمل لها ابلود من هنا. اضغط على علامة الصورة. من هنا كده. اضغط على علامة الصورة كده. تمام? وارفع الايه? وارفع الصورة. وبكده يبقى انا اتغلبت على الايه? اتغلبت على النقطة دي. النقطة سهلة جدا جدا جدا. تمام كده? نروح بعد الوقت على كده انا غطيت السؤال الخاص بالماث. تمام? طيب نروح برضو نضغط على عشان ادرج كمان نوع من الاسئلة. طيب بس في نقطة انا نسيت هنا. نسيت هنا. بالنسبة للايه? بالنسبة لحاجة اسمها يعني القيود. طب خليني مسلا اخد من السؤال ده. تمام كده? يبقى هو هنا حفظ لي السؤال اهو. اوجد ناتج حل المعادلة الاياتية. كزا كزا. الاجابة للطلبة للكمبيوتر صحة علىها ياتي. والطلبة يحط اجابة 2. خلينا اعدل في اوجد ناتج الحل المعادلة الاتية. خلينا اكتب هنا مثلا ثلاثة زائد تماني. مثلا يعني. واضغط كده هنا. التلاثة امسح طبعا للاجبوبة الاياتيما اللي كانت بتاعت السؤال الاول. اللي يجبها طبعا هتكون 11. بس ممكن طالب يكتب. انا عايز احط قيد للطالب بحيس ان هو يكون مجبر على وضع عدد مثلا اكبر من خمسة اقل من خمسة. بين اتنين واربعة. دي بنسمعها الكيوت في الرياضيات او المال. اضغط هنا على بص لما اضغط على بيجي بجل يعني. لازم الاجابة تكون لازم يعني. انا هنا لو خدت يبقى انا لغيت الخيار ده. اللي هو سبعة وعشرون. اللي هو ده. لان طالب ممكن يكتب الاجابة بالعربي. فانا عايز اجبره انه يكتب الاجابة فقط كارقام. يبقى انا اروح على وخليها كده. تمام كده? او اجبره ان الاجابة تكون يعني اكبر من كام. اقول له مثلا الاجابة هنا خلي بالك لازم تكون اكبر من عشر. انتبه الاجابة تكون اكبر من عشر. يبقى اني حطيت له ويحطيت له كيد في السؤال ده. تمام كده? طيب. كده خلصنا النوع التاني من الاسئلة. وشرحت في كل شيء وتمام التمام. وخليني برضو احتفظ بالاسئلة زي ما هيه كده عشان لما اجي حل معك الكويس ده او الاختبار ده في الاخر. اعرف حضرتك كيف يجاوب عليه وكيف بنزبط كل شيء وكيف بتستخلص الدرجات بالاسماء بتاعت الطلاق. طي نضغط على اد نيو عشان اضيف النوع التالت من السؤال. اروح على حاجة اسمها ريتنج. الريتنج دي بقى خاصة بايه? خاصة بيه الاسئلة الخاصة بوجهات النظر الخاصة بالتصنيف. ما رأيك فيه تاكسي جدة جيد ولا سيء? اه قيم مثلا مستواك فيه السنة الماضية واحد يعني سيء اثنين اه خمسة يعني جيد واحد كذا. طيب اضغط عليها كده ونشوف. شوف هنا بيحط بيحط بيحط. هنا احط السؤال. هنقول هنا ما رأيك ما رأيك في طاكس مسلا طاكس جدة. مسلا يعني انت عايز الطاكس ده يكون من او الاجابة تكون من خمس نجوم. يعني الولد لو ضغط هنا على النجمة الاولى يبقى كده مسلا سيء. لو ضغط على النجمة الخمسة يكون مسلا كده ايه? يكون مسلا جيد واحد. طب عدد النجوم كبير انا عايز بس اتنين ثلاثة خلاص روح هنا اضغط عليها خليهم مسلا تلاتة. يعني كده خليت النجوم تلاتة بس. طب النجوم دي مش عجباني وعايز اخليهم مسلا ارقام خلاص اضغط على الاسطار هنا. وخد يعني الطلب يضغط في العلامة دي كده. وطبعا السؤال ده من ايه? من درجتين. السؤال هنا هيقول ليه بقى? السؤال هنا هيكون ايه? هيكون درجتين ازاي? يعني الطالب لو خد واحد ياخد درجتين ولو ضغط تلاتة ياخد درجتين ايوة. ليه? لان ده سؤال الخاص بيه لأسئلة الخاصة بالرأي. يعني كل الاجابات هتكون صحيحة. واحد مسلا مش عايش بتاكسي جادة عادي. واحد يقول تاكسي جادة كويس عادي برضو. يبقى هنا الاجابات كلها سوف ايه? سوف تكون صحيحة. وهياخد اتنين. وما فيش ايه هنا ليه? والليبل ده اللي هو اللي احط مسلا الليبل. اه الليبل يعني ايه? خلينا اشرحها برضو. الليبل يعني عايز اقول للطالب انت لو اخترت واحد تعني مسلا جيد او سيء مسلا. لو اخترت ثلاثة تعني كزا. طيب. خلينا اقول هو كده اكتب لي كلمة واحدة. واحد يعني ايه? انا انا هكتب له كده. يعني عايز اقول للطالب. لو انت اخترت واحد هتكون تاكس جايد. لو اخترت ثلاثة هتكون مسلا تاكس سيء. مسلا كده. يبقى ان كده حطيت حي اسمها لابل يعني عنوان. تمام? يبقى ان كده اعتقد غطيت السؤال ده. وواضح هو يعني سأقول لأوبشنز ده انا نشرح. طيب واحد يقول لي دلوقتي يا مستر محمد بعدين انت ما عملت مجموعة من الاسئلة دلوقتي كده اسئلة مختلفة. ممكن تعمل لنا مفيش مشكلة. روح على البروفيو هنا. شوف الاختبارش هيطلع معاك. شكله منظم. جميل. حضرتك حطيت صورة هنا في الاول. صورة على السؤال. وعرفت من عرفت حضرك ازاي تحط صورة خاصة بكل سؤال. السؤال ده برضو ممكن تحطوله صورة. وهكزا. والطلبة يبدأ يختشف. تاكسون جاي. تاكسون سيء. وهكزا. اوجد الناتجة. يحط هنا لايه? العلامة بتاعته هنا. وهكزا. وكل شيء بقى انا كده حطيت ايه? عملت كل شيء وزبطت كل شيء. خلينا ارجع برضو هنا ايه? ارجع على اه باك تاني عشان اروح على النوع اللي بعده من الاسئلة. نضغط على ادنيو. خدت هنا ريت. تعال بقى على الديت. الديت يعني ايه? الديت ده خاص به التواريخ. زي ما انا قلت لحضرتك في بداية الفيديو. لو انت عندك مسلا احداث تاريخية. ودي بيكون مهم لمدرسي الهيستري او التاريخ. يعني مسلا عايز اسأل سؤال هو ليه? متى دخلت الحملة الانجليزية مصر? متى تم افتتاح بيت المقدس? مسلا يعني. يبقى انا راح اخد ديت. اضغط على ديت كده. واحط السؤال اقول هنا. متى دخلت كده? الحملة الفرنسية مصر. كده مسلا. تمام? وحط 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 اللي هو العنوان الفرعي. مسي? العنوان الفرعي مسلا عايز اقول له. العنوان الفرع ده ممكن الغيه من هنا. شوف? ممكن الغيه من هنا كده. لغيت العنوان الفرع. عايز احط عنوان فرعي مفيش مشكلة. حط عنوان فرعي بمنتهى العيب ومنتهى السهول. ماشي? العنوان الفرع بتحط ازاي اضغط هنا. هنا مسلا عنوان الفرعي ممكن يكون ايه? ممكن يكون مثلا بص يوم او ممكن اقول له كده صيغة بص ده سهل جدا صيغة التاريخ وهو ما اعمل له نقطتين فوق بعض كده او لازم تكون يوم شهر سنة تهمت قصدي تهمت قصدي كده يبقى انت ايه اعمل حط اي صيغة اعجبك او اي عنوان فرعية بس خلينا ايه اعمل لها يعني اهملها لان مش محتاجينها او ايه السؤال ده من دركتين اه من دركتين تمام كده بس فين بقى دلوقت الاجابة الصح واحد يقول لي هو الطالب ياخد ايجابتين كده حتى لو حطت ايجابة خطأ فين الاجابة الصح زي دي كده بص انا لما كنت بضغط هنا مثلا على دي فكان بيقول لي ايه كان بيقول لا مش دي خلينا اضغط على دي مثلا اه كان بيقول لي هنا اد اوبشن اللي هو او بخصص الاجابة الصحة زي دي كده للكمبيوتر عشان الكمبيوتر يقدر يحل علي او هنا برضو مخصص اجابات صحة. انما سؤال التاريخ ده انت مخصصتش فيه اجابة صحة ليه? لان ده برضو من الاسئلة التي ستصحح يدويا. انت الكمبيوتر مش هيقدر يصحح. انت بعد كده وانت بتصحح او انت بتراجع درجات الطلاب هتخش وتشوف كل طالب ده خد اه حال كاتب التاريخ صح ولا لا وتدره الدرجة بتاعه. لان هنا ملهاش هنا اه يعني اضافة الاجابة الصحية. يبقى احنا دلوقتي عندناك نوعين من الاسئلة. سؤال التاريخ. سؤال ما بخصصه اجابة صحيحة. وبكده حضرتك يبقى انت حضرتك اللي ايه? اللي هتبدأ تصححهم بنفسك بعد كده. والسؤال المقال اللي هو زي ده كده. السؤال المقالي انا ما بخصصه اجابة شوف. ما بخصصه اجابة. تمام كده? يبقى عشان بس نكونوا متضحين. لان ديت مش هتلاقيها على اي فيديو على اليوتيوب. انا سمحت فيديوز كتير جدا وكانت كل شرحات تحس ان هي نقصة. ما فيش فيديو كامل بحيس انه بحيس ان هو يكون مرجع لي واقفا منه كل شيء. بإذن الله الفيديو ده هو المرجع الوحيد على اليوتيوب لكيفية احتراف انشاء اختبار الكتروني من الصف حتى الاحتراف. واكرر برضو على مسامعكم ان شاء الله. لو اعجبكم يعني الشرح وحسيتم بمستوى الجهد والتعب اللي تم بس ده في الفيديو ده. تمام? فلا تبخلوا علينا بالاشتراك ومشاركة الفايل ده مع اصحابكم واصدقائكم اللي حتى تنفع به غيرك ان شاء الله. نضغط على خلصنا ده كده تمام. ومية مية خلصت النوع ده من الاسئلة بتاع التاريخ وشرح. اروح على ادنيو عشان اشرح النوع اللي بعد. النوع اللي بعده هو خاص بحيس اسمها اه لايكر. الايكرت ده بقى والريك الرانكينج انا اشرحها برضو كمان شوية نضغط على الرانك. بيقول لينا احط بتاعك وده برضو من الاسئلة اللي انا ما بخصص لهاش اجابة صحيح. يعني مسلا قيم بص قيم مستوى التدريس في مسلا مصر. مسلا. وحط هنا سؤال كده. الرانكينج. تمام? حط هنا مسلا جيد. سيء. او سيء. تمام كده? وبقى انا كده هبدأ ايه? ابدأ اخطر. بس هنا اشوف ان هنا ما ايه? ما فيش هنا علامة الصحة عشان اخصص اجابة صحيحة. عشان ده رائي. ده ايه? ده رائي. فممكن طالب. ممكن طالب يحط رأيه مسلا. رأيه مسلا يكون مسلا ايه? ايه جيد. واحد يقول سيء. واحد يقول كده. ما كل الاجوبة هتكون صحيحة. او دي من الاسئلة برضو اللي انت هتصححها بعد. او هي هتاخد الدرجة القائلة. لان ده رأيه فهياخد الدرجة القائلة واختار اي واحدة يكون كلهم ايه? كلهم صح. طب يبقى ده برضو نفس الكلام. نفس شرحتها. قلت من هنا تحط صورة. هنا قلت يعني مهم جدا. هنا ما فيش سبطيت اللي كل شيء شرحته. نروح على ادنيه. اخر نوع من الاسئلة بقى معنا حي اسمها وده مهم جدا. ليه بقى? لان ده بيفيد في الاسئلة اللي يعني بيكون لها اه مسلا اجابتين او اقول مسلا حدد موقع كلمة كزا في الجملة الاولى والثانية. فهنا هحط بقى ايه? حط السؤال الاساسي. هقول مسلا ايه? اه مسلا ما? هو مسلا اعراب كلمة خالد في الجمل الاتية. زي ما حررتكم شايفين كده. تمام? طيب. هنا الجملة الاولى احط الجملة الاولى بتاحت. انا قلت في الجمل اللي ايه? بس عايز اقول لك على الحقيقة. لو جي لك هنا خط كده تحت اي كلمة كده اضغط بس على ارية click واختر التصحيح من القائمة اللي. طيب statement 1 يعني الجملة الاول اكتب مسلا ايه? دخل خالد الى الفصل. او دخل خالد دخل خالد الى الفصل. ماشي كده. تمام? هنا برضو جي لنقنه خط هنا تحت الى اضغط على كده واختر زي دي كده. طيب. كلمة خالد هنا تعرب ايه? طيب السؤال الاول يال تعرب ايه? تعرب فعل? ولا تعرب? فاعل? ولا تعرب مفعول? ها? مفعول بكده. تمام كده? طيب السؤال النقل اللي option ده مش عايزه? امسحه منين? ال option ده مش عايزه? امسحه. حبيت اضيف option بعد كده? نضغط على علامة الزيتين عادة خالص. مفيش ايه مشكلة. طيب حط الجملة التانية. طيب. اه مثلا ايه? لا. اه مثلا. رأيته. خلينا اقولها كده. رأيته خالدا. لان هنا هتبقى مفعول به. رأى فعل الماضي. ولا تقول ايه? تقول فاعل. رأيته خالدا في الصباح. كده. تمام? طيب يلا هتبقى فاعل ولا فعل ولا مفعول. طيب هنا عايزة احط جملة تلتة كمان. ما فيش مشكلة. احط جملة تلتة. حط مسلا. اي جملة بس انا مش عايزة احط مسلا جملة تلتة عشان انا عشان بس ايه? اه كاتب الجملة صح. لان طبعا اخترت تلت عمره ما يجي فعل. خلت عمرها ما هتجي فعل. بتها مرة فاعل وجبتها مرة مفعولهم به. عايزة تجيبها انت مسلا مسلا مضاف اليه اسم مجرور او اي شيء كده. يبقى ما فيش اي مشكلة اضغط هنا على دي وحط مسلا خلينا اكتب مسلا ايه? اكتب مسلا اسم مجرور. مسلا اسم مجرور كده. يبقى انا لازم اضيف جملة تلتة هنا واكتب مسلا ايه? او لا بلاش ذهبتو. اخذتو. اخذتو. من خالد. من خالد. مسلا يعني. هنا خالد هتقرأ باسم مجرور عشان جي بعدها من حرف جار واسخل الاسم مجرور وبعد ايه. طب واحد يقول لي تب هنا كيف الكمبيوتر با يختار الاجابة الصحيحة? اقول لك برضو دي من الاسئلة اللي بعد كده انت هتقول الطالب لو لقيت ان هنا متعلمة يبقى هو ده صح. تعلمة مسلا تبقى صح. وهكذا يبقى دي من الاسئلة اللي انت ما بتحددش لها اجابة صحيحة للكم. يبقى كده مع نهاية انواع الاسئلة. معناية انواع الاسئلة. معظم المدرسين بيعملوا يبقى بيروح يحط الاسئلة بتاعتهم true multiple choice اختار من متعدد زي ده كده وقوموا مريحة دماغهم عشان الكمبيوتر صح على الكتروني. لان السؤال ده من الاسئلة اللي بيتخصص له اجابة صح. فبكده الكمبيوتر يقدر يصحح. ويبقى كده كل شيء ايه كل شيء تمامي. كده اتفقنا كده مع بعضنا. يبقى انت عايز تتجنب التصحيح اليدوي او بتتعب نفسك بعد كده. خط اسئلتك كلها multiple choice اختار من متعدد ويريح دماغك وحدد السؤال الصح وخلاص. والله حبيت او اضطريت انك تحط سؤال مسلا من ضمن الاسئلة اللي قلت على ديت. ما فيش اي مشكلة. طب انا شرحتهم ليه? عشان يبقى انا غطيت المايكروسوفت فورمس بكل ما فيه. بحيس يكون مرجع لكل الناس بازن الله. بازن الله. انت ممكن مسلا تسمع الجوز الخاص به الاختار من المتعدد. التاني يسمع الجوز الخاص به اللي بعد ياخد السؤال الخاص به وهكذا. يبقى كل شيء كده تمام. يبقى انا كده خلصت انواع الاسئلة وشرحتها بالتفصيل الممل. وعرفت حضرتك ان انت ممكن مع اي سؤال عاد خالص تحط صورة هنا من جوجل مسلا. خلينا اشرح كمان واحدة برضو هنا. اضغط هنا. اروح خد من جوجل مباشرة عنه من بنك هنا من موقع بنك. واختار مسلا اكتب مسلا الحملة الفرنسية على مصر. ليه كتبت كده عشان السؤال اصلا عن الحملة الفرنسية على مصر. واضغط واشوف. اه جاب لي هنا صوره اه يبقى انا كده بمنتاز ولا ممكن اخلي اخلي السؤال بتاعي شكله كويس. احدد الصورة واضغط علاقات. شوف هيجيني هنا سؤال خاص بلايه? خاص بيه الحملة الفرنسية على مصر. وبكده يبقى انت نصكت السؤال. لو انت روح تعملت شوف. شوف السؤال ده ليه صورة شكله حلو. السؤال ده برضو ليه صورة بتاع الحملة الفرنسية فشكله حلو. وانت بكده تقدر تعمل صورة لكل سؤال. تمام? وبنفس الصورة ديت ممكن برضو انت تكتب الخاصة بالماث او المعادلات والحاجات الخاصة بالرياضيات وترفحها برضو كصورة هنا. ده في حالة ان انت ملقيتش المعادلات والدوال في المايكروسوفت فورج. نضغط طب نروح نضغط كده على عرض الجوال من هنا. شوف الكده الاختبار يصدر للطالب على الجوال. شكله جميل منظم منظم مرتب كل شيء. واروه على الكمبيوتر تاني. وبعدين ارجع بك من هنا. وابدع بقى دلوقتي احل اختبار مع حضراتكم كده. نحلو مع بعضنا كده. بحيس ايه بحيس اعرف حضرتك كيف الاختبار بتحل وكيف انت بتجيب العلامات. وده طبعا اهم جزء. اهم جزء. تمام كده? دلوقتي عشان نروح نشرح او نحل الاختبار. طبعا انا قبل ما حل الاختبار كنت شرحت لحضرتك كيف بقى انت هتعمل اللينك هتشاير اللينك. انت كده خلصت الاختبار هو تمام. هتوم راح هنا. هشير. واخد كابي لللينك ده. وبعته للايميلز الخاصة بيكون للايميلات بتاعة الاولاد اللي عندك كلها مرة واحدة. او لطلابك بتاعة الفصول. او تحط اللينك ده مثلا في مكانه على الانترنت. والطلاب يخش ياخدوه ويخش يعملو الايه? يعملو الاختبار وكل شيء. يبقى كده الموضوع الشير سهل. اعملو من البار كود. اعملو من اللينك. اعملو بالايميل من هنا. بقى انا شرحت الحاجات. طب دلوقتي بقى نحل مع بعض الكويس ده عشان نقفل الحصة. ونقفل الفيديو. جدا نكونوا شرحنا كل شيء بالتفصيل. نروح نعمل بريفيو كده. تعال بقى نحلو مع بعض. ما هي عاصمة مصر? طبعا انا سيب ده ايه بص? انا سيب ده كنت عاملو يعني ده من الاسئلة اللي انا هتطر صحاحها بيدي بعدها. هكتبينة مسلا عاصمة مصر الكاهرة. ماشي? طيب. هنا مجاب ليس صح ولا غلط ليه? عشان السؤال ده انا مخصصتلوش اجابة صح. عشان هو سؤال اجابة طويل. تعالي نشوف ده كده. ده انا كنت مخصص له اجابة لو فكر معي 27. اوجد ناتج حل المعدلة دي. جزر التربيع اللي اربعة او سكوير روت لمدرسي الماث اتنين وخمسة يبقى كام? يبقى سبعة وعشرين. خلينا احطها تلاتين كده انا احطها تلاتين بالغلط عشان يشوف يلي يحصل معاي. تعالي يلا. متى دخلت الحملة الفرنسية ماصر? انا قلت السؤال ده برضو. انا اللي بحله بعد كده بنفس احط اي تاريخ. اي تاريخ ما حطيت اي تاريخ دلوقت. اهو. اتنين وعشرين اربعة الفين وعشرين. ما هيو يعرب كلمة خالد فيها الاسئلة? احط مسلا هنا خالد هنا ايه? خالد هنا فعل. انا اعملها غلط. خالد هنا مفعول اعملها صح. خالد هنا مسلا فاعل اعملها غلط. يلا مفروض تكون اسم مجرور. عارفين دي برضو من الاسئلة اللي الكمبيوتر مش هيصحح. واكد كلامي. انا كده شرحت لحضرت كل انواع الاسئلة. انت بقى وحريتك بعد كده تختار اي سؤال. حل بقى براحتك تمشي على عايز تصحح بنفسك براحت. طيق قيم مستوى التدريس هناخد مسلا جيد. او متوسط مسلا. او جد نتج حل المعادلة الاتية انا هنا انا مسلا احداشر انا اقول له مسلا احداشر. اهو. تمام? لوحة المفاتيح. لو انت فاكر السؤال ده كان من الاسئلة اللي بتخصص له اجابة صحيح. من الادخال خلينا اعملها المعالج. هي غلط. ما رأيك في تاكسي جد. اقول له سيء. وبرضو ما تنساش ان السؤال ده مين? الاسئلة اللي بتتصدص صحيح. واعمل صمت. ودلوقت طبعا حلنا ايه? حلنا الاختبار مع بعضنا كده وشوف. الرسالة اللي كنت قلت لحضرتك عليها اكتبها عشان تزهر مع الطالب. تزهر للطالب ظهرت لينا او? مع قطيب الامنيات بالنجاح والتوفيق. وحضرتك ممكن تحط الرسالة ديت اللي كنت بشرحها فيه الخاصة بيه البرنامج. ودلوقت بقى نروح على حاجة اسمها view results يعني ازهار النتائج. انت بقى دلوقت عايز تشوف النتائج بتاحتك بقى اخر مرحلة في الفيديو. نضغط على view results هنا ازهار النتائج. شوف بقى انا دلوقت اجيب صفر من 16. ليه بقى? نشوف مع بعضنا كده. طبعا السؤال ده انا حلته غلط قدام حضرتك شوف وزهرت ليه الاجابة او كلمة اجابتك خاطئة اللي انا قلت لك حطها عشان تزهر للطالب. اجابتك صحيح اجابتك خاطئة هنا. ومعلم لي على الاجابة الصحة شوف? شوف يعني انا اخترت دي وقال لي اجابتك خاطئة والاجابة الصحة المفروض تكون دي ادي كده صفر في السؤال ده. اه خدت صفر من اثنين. السؤال ده برضو ليه صفر? انا خدت فيه خطأ ليه? او اجد ناتج المعادلة الاتية? اه عشان انا كنت خصصت الاجابة الصحيحة هي تكون 27 كده يا 27 كده وانا حطت قاله 30. بقى ده خدت برضو فيه صفر. تمام? ما رأيك في طاكس جدة? تعال بقى بص على السؤال ده. السؤال تمام? نفس السؤال ده برضو كمان. هنا برضو مش هيتصحح. ليه? لان بص حتى وما ادلوش درجة. بص عمل شرطة مع اثنين. شرطة هنا شرطة مع اثنين. عشان انا كنت عامله long answer يعني اجابة طويلة. تعالي على ده برضو نفس الكلام بص شرطة على اثنين. لسه ما ايه? لسه ما لسه انا هيعرفك زي دلوقتي تصحح الاسئلة دي. طب هنا السؤال ده برضو كان سؤال اجابته طويلة. تمام? يبقى ده برضو شرطة على اثنين. ده بص السؤال بقى اللي انا خصصت له اجابة. السؤال اللي انا خصصت له اجابة. شوف. هتكون جيد. الترتيب هيكون هي هيكون سيء متواصل جيد وكزا. ده على حسب الترتيب سؤال خاص بالترتيب. وده برضو السؤال الخاص بالتاريخ. ما خدتش فيه اي اي درجة. طب نروح بقى دلوقتي اعرف حضرتك كيف بتشتغل على او كيف ان ان انت بتبدأ تعمل او تحط درجات للازئلة. لو احنا رحنا على هنا او رجعنا على كده تمام? ورحنا على حاجة اسمها هنا خلي بالك بقى. يبقى انت عشان تروح تشوف درجات والطلاب وتسحح للطلاب. الصفحة اللي فاتت من شوية اللي كان فقط درجات وصح ده وصح وده غلط. ده بس خطأ خاص من خاص بالطالب. الطالبة يشوف ده بس. طب انت كمدرس هتروح فين? هتقوم رايح. خلينا افتح من جديد خالص. خلينا افتح من جديد. اقفل ده خالص. اروح على ميكروسوفت فورمز هنا عشان تبدأ من جديد خالص اهو. يعني انت مسلا امتحانك كان النهاردة الساعة عشرة. وانت حبي تراجع الى اسئلة بتاعتك الساعة ثلاثة العسرة. خلاص افتح الوفيس الوفيس ١٨٥. ورح على الفورمز كده. تمام? هتلاقي الكوز بتاعك موجود هنا اهو. تمام? وهنا بص يعني واحد فقط ادى الاختبار واللي هو انا طبعا اضغط عليه. وهنا بقى اروح على حاجة اسمها هنا كمدرس هروح على كده. تعال بقى بص بقى كده معايا. نضغط اجيبلي طبعا هنا التحليل للاختبار زي ما انتم شايفين كده. تعال بقى نروح على حاجة اسمها ايه اسمها يعني مراجعة الاسئلة. ركز معايا. نضغط عليه. على دي. طبعا السؤال ده انا خط في صف. لان اصلا انا محدد. تعال بقى بقول شو في السؤال ده ما هي عاصمة مصر? بقول لك يعني يحتاج مراجعة منك لان السؤال ده من الاسئلة اللي ما كانتش بيتخصص لها اجابة. انت عايز تحط له هل الولد حلو صح? هل القاهرة صح? اه خلاص حط له اتنين. وتذكر ان انا واخد كام? ان انا واخد هنا صفر من ستاشر عشان لما حط لها الدرجات بتاعت الاسئلة اللي ما تخصص لاش اجابة هتتغير الدرجة. اه لسا الولد الولد حلل السؤال ده صح ادي له اتنين من اتنين. بجي انا حطيته الاجابة هنا يدوية. تمام? طيب. هل السؤال ده صح? تاكس جده تاكس سيء? مسلا لا الولد لا مسلا حلل السؤال ده غلط? او حلل السؤال ده صح واكة? بس انا قلت الاسئلة ده ادي للطالب فيها الدرجة ان هي اكون لها وخلاص. طيب. هل التاريخ بتاع الحملة الفرنسية صح? ولا غلط? الطالب حطه صح? عربة تلاتة وعشرين الفين وعشرين. لو صح حطه صح لو غلط حطه غلط. لو عمله غلط هحط له صف. طيب. هنا طبعا السؤال ده متصحح تلقائي وده متصحح ايه? وده اه متصحح طبعا تلقائي كده. ويبقى انا كده بص لو طلعت فوق يبقى انا كده جبت ستة من ستة من ستة. طيب انا عرفت حضراتك دلوقتي كيف دلوقتي ان انت بتحط اجوبة للاسئلة اللي هي خاصة بالبريفيو. بس خلنا انصحك برضو كل المدرسين ومعظم المدرسين بيحطوا الاسئلة بتاعتهم من اللي هي multiple choice عشان اللي الكمبيوتر يصححها تلقائي ويريوح النخو. طيب لو رجعنا هنا بقى تعال بقى عندنا بص عند حاجة هنا اسمها open in excel. لو انت عندك بقى مئتين طالب تلاتين طالب عشرين طالب مئة طالب في صف مسلا وكلهم عملوا الاختبار بعد ما بترسل لهم اللينك من هنا من شير. عايز تجمع عسامهم كلهم عاد. هتضغط على الاكسل هنا. لما تضغط على الاكسل هيقول لك حمله اقول له ايه انا عايز اعمله ده اقول له ده على الداسكتوب على سطح المكتب. وعمله سيب. تعال اروح بص على الداسكتوب كده شوف اللي يحصل. شوف افتح هنا الملف عندي هنا اهو. فتحت الملف بتاعي. فبتلاقي فيه بص. اه ده اسمي مسلا اسمي محمد حامد. هنا الايميل بتاعي. عملت الاختبار الساعة كام? وبدأت الساعة كام? وجايب كام? تمام? جايب ستة. وبتلاقي بقى كل الطلاب موجودين عندك هنا كلهم كده. بتلاقي كل الطلاب اللي عملوا الاختبار. وبكده يبقى انت عملت اختبار الكتروني. وصححته الكترونيا. وعرفت الفرق بين الاسئلة. وعرفت كيف الفرق السؤال الخاص بيه. السؤال برأيك. السؤال الخاص بيه. الانواع الاسئلة المختلفة يعني. وبكده يكون وصلت لنهاية الفيديو. ولو الفيديو طبعا عجبك. وكرر للمرة التالتة. لو عجبك المجهود اللي حصل في الفيديو. ومدة التصوير. ومدة اليديتينج. وكل شيء خاص بالفيديو. طبعا ارجوكم ادعمونا بالاشتراك. وشاير الفيديو لاصحابك اصدقائك. لان طبعا زي ما حضرتك شايفين كده احنا لسه مبتدين ولسه في بداية الطريق. وان شاء الله بكم بازن الله ستكبر عائلة انفولوجي. وستكون قناة انفولوجي بازن الله. اكبر قناة تعليمية للكمبيوتر التعليمي في الوطن العربي بازن الله. واشكركم كل الشكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة